عودت ارتفاع سعر الدولار لأمريكا والعملات أمام الليرة السورية في السوق السوداء والذهب يبدأ رحل التراجع وهبوط في سوريا جديدة للتفاصيل تابع معايا الفيديو للنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحديث لأسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية وأسعار الزهب في سوريا اليوم السلساء 29 أكتوبر 20-24 في البداية زي ما احنا متعودين ما ننساش نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الخير والبركة وما ننساش ندعي لكل إخواتنا في الوطن العربي ربنا يحفظهم ويسلمهم كل شر يا رب العالمين أهلا بيكم سجل سعر صرف الدولار لأمريكا والعملات ارتفاع طفيف أمام الليرة السورية في عدد من المدرم المحافظات في تعاملات السوق السوداء ليتحرك الدولار بين مستويات 14.850 ليرة إلى 15.500 ليرة بينما تحرك اليورو بين مستويات 15.953 ليرة إلى 15.840 ليرة وفي السوق الرسمية بقيت الأسعار كما هي عند 13.668 ليرة في نشرة المصارف والصرافة التي تصدر عن مصر في سوريا المركزي وعند 12.500 ليرة في نشرة البنوك وفي المقابل تراجعت أسعار الزهب في سوريا مرة أخرى على خلفية تراجع سر الونس عالمية وعلى صعيد أهم الأخبار الاقتصادية في سوريا كشفت تقارير عن ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بالتزامن مع بدء انقفاض درجات الحرارة ومن جانبه قال محمد العقاد عضو لجنة التجار ومصدر سوق دمشق أن أسعار بعض أنواع الخضر التي تحتاج إلى حرارة ستبدأ بالارتفاع عند اشتداد البرد خاصة البنادورة والخيار وهنا تبدأ الزراعة في المحميات البلسكية لأنها بحاجة للكثير من التدفع والمحروقات كذلك وتلقائيا ترتفع معها أسعار السلع وتلقائيا ترتفع معها أسعار الخضر والفاكهة كما أشار إلى أن الموسم القادم قد يكون أقل مقارنة بغيره نتيجة لعدول الكثير من الفلاحين في الساحل عن زراعة الخضر ورغبتهم بزراعة الفاكهة السوائية لتكلفتها القليلة ومردودها العالي وبالتالي فإن المحصلة النهائية أسعار السلع مرتفعة والمواطن يعاني صعوبات الحياة اليومية في ظل ظروف طاحنة ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوف الحالة المعيشية أجده لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليهم قبل الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت بلادك حياتك وشرفك إن بقيت بقيت أنت وذكرت وإن فنيت وانكسرت تشرت أنت بين الدول فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد وبالنسبة لسعر دولار مقابل ليرة سورية في عدد من المدنى المحفظات اليوم السلساء سجل في دمشق وحلب واللازقية وحماء ودرع والسويدة وحمص أسعار تتراوح ما بين 14850 ليرة إلى 15000 ليرة وفي إدلب وعين العرب ومنبج والرقة ودير الزور والحسكة سجل دولار مستويات 15300 ليرة إلى 15500 ليرة أما عن أسعار العملات أمام الليرة سورية فقد سجلت ارتفاع طفيف ليسجل اليورو 15953 ليرة مبيع و15840 ليرة شرة وسجلة الليرة التركية 430 ليرة مبيع و426 ليرة شرة وسجل الريال السعودي 3940 ليرة مبيع و3910 ليرة شرة وسجل دينار كويتي 48356 ليرة مبيع و48003 ليرة شرة وسجل الجنيه المصري 303 ليرة مبيع و299 ليرة شرة وعلى صعيد أسعار الزهب والفضة في سوريا فقد عاد الزهب للتراجع ليسجل جرام الزهب عيار 24 مليون و343 ألف ليرة وسجل جرام الزهب عيار 22 مليون و234 ألف ليرة وسجل جرام الزهب عيار 21 مليون و180 ألف ليرة وسجل جرام الزهب عيار 18 مليون و12 ألف ليرة وسجلة أنصة الزهب 2742 دولار فاصل 11 سنت وسجلة ليرة الزهب 9 مليون و133 ألف ليرة سوريا اللي بتساوي 617 دولار فاصل 11 سنت وسجلة أنصة الفضة 498 524 ليرة سوريا اللي بتساوي 33 دولار فاصل 68 سنت وسجل جرام الفضة في سوريا 16 ألف 29 ليرة ده كان عرض سريع لأسعار الدولار والعملات وأسعار الزهب والفضة في سوريا خلال تعملات اليوم لو وصلك الفيديو متوقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحدثتها أول بأول تابعني ودعمني أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الدهب دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة